مع استمرار عمليات تحرير مدينة الموصل تتكشف جرائم تنظيم داعش بحق الأهالي والحضارة فقد كان تفجيره مرقد النبي يونس شاهدا على التخريب الذي لحق بالإرث الحضاري للعراق بعد أن أقدم التنظيم على تدميره بعدما سرق القطع الأثرية التي كانت فيه لؤي أمين زار المرقد الذي كان يعد رمزا مهما للموصليين ووافانا بالتقرير التالي هذه الأحجار المتناثرة هي كل ما بقي من ضريح ضل شامخا على هذه التلة عبر آلاف السنين وتعاقبت عليه الحضارات المختلفة إنها ليست مجرد كومة حجارة بل هي مرقد النبي يونس عليه السلام الذي يمتلك رمزية وقدسية كبيرة لدى الموصليين والعالم أجمع إذ قام تنظيم داعش بتفجيره في الأيام الأولى لاحتلاله مدينة الموصل العراقية جامع النبي يونس ومرقد النبي يونس كانوا أحد الشواخص الأثرية والتاريخية لمدينة الموصل ولكن كما تلاحظون داعش ليس لديه خط أحمر فالمقام مهدم والمرقد مفجر أيضا حل به الدمار والخراب كل ما كان هناك ثمين في داخل المرقد تم سرقته من قبل جماعات داعش الإرهابية وكذلك المختنيات الأثرية أيضا قاموا بنهبي وسرقته حجم الدمار والخراب الذي حل بالمرقد والجامع لا تخطئه عين عبد الله أحد القاطنين قرب المرقد قال إن التنظيم قبل تفجيره بأيام حفر أنفاقا تحته وكان يغادره بسيارات تحمل قطعا أثرية قبل تفجيره لم يكن سهلا على الموصلين تقبل تفجير المرقد الذي طالما كان رمزا لمدينتهم وملاذا لهم في خلواتهم وصلواتهم فبعد تفجيره آثر معظم أهالي الموصل عدم المرور بالقرب من موقع الضريح والله بعد حتى ما ظلوا هس واحد يجي عليه بعد يشوفه أبدا ما ظل يعني حتى تقولوا تعالى عليهم فلاش يقول لك ما أجي علي الشرمات ما مثل ما هو عامر كنا نمسك بي صور يعني حلوة حياة طبيعية كنا نبيه ونسى يعني وعيفا خربوا علينا كل العالم تجينا عليه كان يجي من شي ما كان يجينا عليه عندنا بنت كان يزوره كان يمسك بي صور يخلي تذكر يمه تفجير مرقد وجامع النبي يونس عدد من الأماكن الدينية والحضارية تركة خلفها احتلال داعش غيرت معالم مدينة الموصل العريقة وشوهت صورة معظم مناطقها دمار وخراب هذا محل بمراقد الأولياء والأنبياء في مدينة الموصل تحت ظل حكم داعش لها أكثر من سنتين من داخل مرقد النبي يونس وسط الموصل لؤي أمين أخبار الآن ترجمة نانسي قنقر